اللي بيحضرون ويتابعوا معنا حلقة جديدة من السادسة كل التحية ليكم في بداية حلقة النهاردة وعشان احنا لسه ما بدأناش نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه الموسم ما ابتداش قدابنا شهر تقريبا يعني اسبوعين وفرقتنا ترجع تستعد للموسم الجديد وان شاء الله يكون في معسكر خارجي هنتابعوا مع حضراتكم على شاشة الاهلي ومن بعدها يكون بداية موسم كمان شهر من النهاردة والبداية هتكون تقيلة وصعبة انت من انطلاقة بطولة الدوري هتخش على دوري ابطال افريقيا هتروح لسوبر ليج هتروح لسوبر افريقي هتروح لكاس علام انداء كل ده في فترة لا تتجاوز الشهرين وشوية تقريبا فعشان من البداية كده خليني هتكلم مع حضراتكم على اللي حصل واللي حصل قبل كده واللي هيحصل في اللي جاي والكلام عن فن افتعال الازمات من لا شيء لانه في ناس النهاردة اصبحت محترفة ازاي تصنع ازمة حصل قبل كده على مدار الموسم وختمناها طبعا بازمة الشحات ومن قبله ازمة كهرباء ومن قبله ازمة معلول في الدور النهائي ومن قبله ازمة الشناوي وازمات وراء ازمات وراء ازمات كلها ازمات مفتعلة وبيحصل عندنا هنا في الساحة الرياضية مشاكل اكبر كوارث اعظم وما بتلاقيش حد بيتكلم عليها لا من قريب ولا من بعيد فالكلام للاهلوية في بداية الموسم عشان نبقى بتفقين هل تعلم عزيزي الاهلوية انا ما عنديش شك انه فيه كتير يعلمه ده يعني ما بقولش سر ما بقولش حاجة جديدة او حاجة هي الاولى من النوحة ان فيه صفحات كتير جدا تحمل اسم وشعار النادي الاهلي ولا تنتمي لا من قريب ولا من بعيد لا اي حاجة اهلوية واذا كنت تعلم ده هل تعلم ان فيه صفحات تانية تنتمي للنادي الاهلي وبتتكلم عن النادي الاهلي هم يعني اهلوية شكلا لكن يمكن موضوعا القصة مختلفة فيها اوقات كتير جدا تصفية حسابات فيها مصالح فيها فيها اوقات كتير جدا برضو نوع من انواع الابتزاز خلاصة الكلام عشان واحنا دخلين على موسم صعب جدا 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 الرهان فيه كالعادة دايما هيكون على جمهور النادي الاهلي صانع الانجازات الاول خليني اقولها بمنطقة صراحة الاهلي بجمهوره قادر على انه يعني يعمل المستحيل بالتالي نتمنى ان شاء الله يكون موسم يسعد كل الاهلوية يكون موسم ناجح زي ما خطبنا الموسم ده بالعلامة الكاملة